موسيقى جاهدينا وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللي على حاكم الشارقة حفظ الله رعاه تنظم كلية دارة الأعمال بجامعة الشارقة النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال بهدف زرع ثقافة الابتكار لدى الطلبة من أجل مستقبل أفضل تفاصيل عن أعمال المنتدى يسرنا أن نرحب بالدكتورة أمل إبراهيم والعلي رئيس اللجنة التنظيمية وريادة الأعمال واستاذ مساعد في كلية دارة الأعمال في جامعة الشارقة مساة شالة بالنور والسرور وحياة شالة معانا في برنامج أواسي الله يحييك ويبارج فيك ومشكرين على الاستضاحة لا عفو هذا واجبنا في البداية الدكتورة أمل لو نتحدث عن فكرة المنتدى الدولي الرابع للابتكار وريادة الأعمال اللي يتنظمها كلية دارة الأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة دعنا نتحدث عن الفكرة ونعرف السادة المشاهدين عن هذه الفكرة طبعا حرصت كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة أن نتنظم هذا الملتقى بشكل سنوي للطلاب اللي في الجامعة الهدف طبعا من هذا الملتقى أن نحن نتيح لهم الفرصة أنهم يتعرفون على الممارسات المختلفة في مجال الابتكار وريادة الأعمال جميل نحن عندنا توجه في الجامعة بشكل عام أن نكثر من المشاركات والأنشطة الغير صفية صحيح توجهنا أن نحن نحاول أن ندمج الطلبة في مشاركات تكون غير صفية بالإضافة إلى المهام والواجبات التي تعتبر الواجبات خاصة بالمساقات والتعلم بشكل نمطي نحاول أن نكسر هذه الطريقة ونحاول أن نخليهم يتعلمون نفس المهارات التي نعلمهم إياها من خلال المساقات بشكل غير نمطي فهذا المنتدى يدعم ويعزز هذه الفكرة نحاول أن نحن نخليهم يمارسون مهارة الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى أن نعطيهم إياها في مساقات مختلفة نحاول أيضا أن نحن نخليهم يمارسونها بشكل غير نمطي وبأنشطة غير صفية من خلال هذا المنتدى الذي حرصنا على أن ننظمة للسنة الرابعة على التوالي ما شاء الله جميل جدا هذا هو الشيء المميز نقدر نقول في جامعة الشارق الاهتمام بالطلبة وتحفيزهم على المشاركة في مثل هذه المنتديات لكن لو نتحدث عن أهداف هذا المنتدى وبالتحديد في نسخة الرابعة شو أهدافكم؟ طبعا هو أهداف تندرج من استراتيجية الجامعة ورؤية الجامعة أننا نحن نحن ندعم الطلبة في مجال الابتكار وريادة الأعمال نحن عندنا أهداف أننا مثل ما أنت عارف الاقتصاد القادم هو اقتصاد قائم على المعرفة سوق العمل المستقبلية تطلب مهارات مختلفة من ضمن هذه المهارات التفكير النقدي يحل المشكلات الابتكار وريادة الأعمال طبعا تعتبر من أهم هذه المهارات فأحنا أخذ بعين الاعتبار هذه المهارة حابنا أن ندعم استراتيجيتنا بمنتديات مثل هذا المنتدى فهذا يعتبر أحد المنتديات التي نقوم فيها في الجامعة بهدف أن نعزز هذه الروح بين الطلاب من أهدافنا طبعا تشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال أيضا نحاول أن نوجه وننوه بخصوص الاهتمام بمهارات الابتكار وريادة الأعمال نعلمهم ونطلعهم على الممارسات العالمية في هذا المجال أيضا لأن المنتدى في حد ذاته في فعاليات مختلفة فمن ضمن فعاليات استضافة متحدثين عالميين ومتحدثين وخبراء محليين أيضا فندمج الطلاب ونخليهم يطلعون على ممارسات مختلفة هذه السنة إن شاء الله أيضا كل سنة يكون عندنا مختبر الابتكار فهذه السنة مختبر الابتكار بدأناه مبكرا بحيث أن الطالب يبدأ يتعلم منهجيات الابتكار وريادة الأعمال كيف تمارس سواء دوليا أو محليا شو المنهجيات المختلفة اللي موجودة اللي نحن ممكن نتعرف عليها ونمارسها في هذا المجال ماشاء الله جميل جدا لكن هل الجائزة أو المنتدى بشكل عام مخصص لجميع طلبة الجامعة أم هناك تخصص محدود للمشاركة طبعا نحن مثل ما قلت لك نحن في السنة الرابعة ففي السنة الأولى كان فقط لطلبة الجامعة في جامعة الشارقة فقط السنة الثانية فتحناها خلينا على مستوى إمارة الشارقة جميل هذه السنة إن شاء الله مسوينا على مستوى الدولة فعندنا مشاركات من جميع الجامعات على مستوى الدولة بالإضافة إلى أن نحن حبينا نضيف الصف الثاني عشر اللي هم طلبة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة جميل حبينا أيضا نشركهم في هذا المجال حبينا أنهم يطلعون على هذه الممارسات باعتبار أنهم مستقبلا يكونون القادمين إلى الجامعات إن شاء الله ماشاء الله جميل جدا دعنا نتحدث عن الجائزة وفاءات الجائزة حدثيني عن هذا الجانب طبعا الجائزة رعتها مشكورة وأطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة للسنة الثالثة على التوالي اسمها جائزة غرفة الشارقة للمبدعين كنوع من حب المشاركة والإشراك بين فئات المجتمع المختلفة وبين التعليم الأكاديمي فالسنة هذه بالتحديد نحن عندنا أربع فئات عندنا طبعا الفئة الأولى التي هي بالنسبة للجامعات المختلفة وعندنا أيضا الفئة التي تكلمت عنها التي طلبت المدارس صف الثاني عشر فحبين نحن أيضا ندرجهم وندمجهم في هذا المجال وخصصنا لهم الجائزة مخصصة حقهم يعني من أحد الفئات التي عندنا عسى بيكون في تساوي نقدر من بين الطلاب حابين أنهم أيضا يشاركون بأفكارهم وأراءهم يتبادلونيان الأفكار هي في منهجية تعليمية الطالب يمر من خلالها ليتعلم كيف أنه يكون رائد أعمال مستقبلي صحيح فخلال الأربع شهور طبعا أطلقنا المسابقة تاريخ 21 نوفمبر تستمر إلى 14 فبراير فخلال هذه الشهور يتعلمون كيف ينشئون مشاريعهم من مجرد فكرة فطلبنا منهم مبدئيا أن يعطونا فكرة ما الفكرة التي يحسونها فكرة ابتكارية خلال الأربع شهور القادمة يبنون على هذه الفكرة بحيث أنها تصبح منتج مبتكر صحيح فندمج عملية الابتكار وريادة الأعمال مع بعض فعندنا طبعا الجائزة الأولى وقيمتها 15 ألف درهم الجائزة الثانية 10 ألف درهم الجائزة الثالثة 5 ألف درهم تقريبا جميل وفي الجائزة الرابعة فعندنا أربع جوائز أو أربع فئات للجائزة مختلفة للجائزة ما شاء الله لكن ليش تم دراج مرحلة الثانية 10 في من بين طلاب الجامع نكتر نقول نحن 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 نتوسع في شرائح المجتمع فأنا كنت كل سنة في اللقاءات يسألوني يقولوني طيب ليش بس طلبت الجامعات على سبيل المثال ليش ما تفتحونها أن جميع فئات المجتمع الشارق فيها نعم يعني دخلنا فيها أيضا الجامعات الأخرى بالإضافة إلى الصف الثاني 10 فحبنا أن نوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال كركيزة أساسية للاقتصاد القادم للاقتصاد المعرفة وهي مهمة جميع فئات المجتمع فعشان شي نتوسع فيها شوي شوي يمكن ركزنا هالمرة على الصف الثاني 10 مثل ما قلت لك لأنهم في أيديدة في أيديدة نحن كنا طلعنا في المرات السابقة على بعض تجاربهم يوم كانوا يزوروننا فحسنا أنهم عندهم إمكانيات وعندهم مثل ما تقول حب أنهم ينمون هذه المهارة في داخلهم فحبنا أيضا أن ندمجهم هذه السنة ويانا ويتعلمون أيضا من خلال المراحل التدريبية التي تكون من ضمن المراحل التدريبية التي نسلط الضوء عليها من ضمن الجائزة أو الجائزة الجميل ما شاء الله فنقدر نقول أن هذا هو الشيء يديد في هذه النسخة هذا أحد الأشياء اليديدة يعني فيه أشياء يديدة أخرى في عندنا شيء ثاني يديد مثل ما قلت لك نستمع نحن عندنا مختبر الإبتكار في المرة الماضية كنا نطلقه في يوم المنتدى الذي يكون عادة في شهر فبراير يكون عبارة عن ورش عمل أساتذة وخبراء دوليين ومحليين يكونوا متواجدين مع الطلبة يحاولون يساعدونهم ينمون قدراتهم يطلعونهم على المهارات والمنهجيات المختلفة ففي خلال الأربعة أيام كان المنتدى يحاولون أنهم يعني يتعلمون في هذه الفترة البسيطة نعم السنة هذه عطيناهم فترة أطول فإحنا أطلقناها في 21 نوفمبر يعطيهم فترة أطول كأنك يلا استخذ مساق بالفعل صحيح وتتعلم المنهجيات من خلال التعلم عن بعد نعم فإحنا نسوينا لهم منصة إلكترونية من خلالها نحط لهم الدروس وهم يطلعون عليها جميل ويبدون يبنون مشاريعهم خطوة خطوة فنعلمهم يعني لا نريد أن نأخذ مشاريع جاهزة هي عملية تعليمية صحيح فنحن نأخذهم مجرد فكرة ونبدأ نطوروا إياهم هذه الفكرة من خلال منهجية تصميم التفكير التي هي اسمها باللغة الإنجليزية هذه منهجية ومعترف فيها عالميا طرحتها جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية كأحدى المنهجيات المهمة في عملية الابتكار فحبنا أن الطلبة يمرون بهذه المراحل ويتعلمونها خطوة خطوة على أساس يوميون يعطونا المنتج النهائي نكون نحن فخورين أن نعلمناهم كيف يصلون لهذا المنتج يكون أسهل وأريح أنا أرى أن التعليم عن بعد ويمكن أنه في البيت أو أي مكان يكون موجود بيمكن أن يشاهد الدرس ويتعلم ويستفيد كيف تفاعل الطلبة مع هذا الشيء الجديد الذي قدمته لهم هم متفاعلين حتى يوم نتأخر عليهم نحن موعدين أن أسبوعيا ننزل لهم المادة التعليمية يوم تتأخر أن لا تنزل في نفس التوقيت 10 الصبح تشوفهم بدأوا يسئلون وين المادة التعليمية مثل أنا وصلت في هذه المرحلة فلا متفاعلين ويبدون يطرحون أسئلة نشوف دائما أسئلتهم أن أنا شو اللي أسوي عقب مثل أنا خلصت من وقت ممكن أنني أنا هذا بالإضافة لأننا حطينا لهم مرشدين هذين المرشدين يعيين من الدوائر المحلية التي بالفعل تشتغل في هذا المجال منها غرفة تجارة وصناعة الشارقة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وعندنا متطوعين أيضا من اللي هم مرشدين رواد الأعمال عندنا مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد فكلهم زودونا بمرشدين على الطلاع ودراية بهذه الأمور بحيث أنهم يساعدون الطلاب من واقع العمل نحن نباها تكون ممارسة عملية أكثر من كونها دراسة نظرية صحيح دكتورة أمل بس أعفوا ولكن المادة العلمية التي تقدم للطلبة أسبوعيا على مدار هذه الفترة كم رح يكون مدتها تقريبا؟ نحن نحاول نبسطها تعرف المواد الخاصة إذا لم يكن لديه الحضور الملتزم أو الصف الدراسي صحيح دائما يكون الذهن يشت فنحاول نحن نخليها ما تتجاوز العشر دقائق فهو يشوف فيديو لمدته عشر دقائق من خلاله يفهم شو المطلوب منه يسوي جميل ونعطيه مهمة صغيرة أيضا ينفذها يومي يجينا الطالب عشان اللي نسمي له أو العملية الإرشادية التي تكون عندنا في الجامعة يكون أدى هذه المهمة فنحن نسأل عنها ونشوف تغذيته الراجع ونشوف ملاحظاته هل بالفعل استطاع أنه ينفذها بسهولة هل كان في صعوبات هل في عنده أسئلة مثلا نحاول أن نوجهها بحيث نحن نبقى أن الممارسة لها تكون ممارسة مضبوطة 100% بحيث نحن في النهاية نطلع بأكبر قدر ممكن من المشاريع المبتكرة هي الفكرة ليس فكرة فوز ولكن هي الفكرة فكرة أن نعلمهم يعني في النهاية حتى لو ما فاز بالجائزة ولكن هو تعلم شيء يديد فهذا هو الشيء الجميل في النهاية هو الناتج الذي سيقدمه هذا الطالب أو هذا المشارك لكن المادة العلمية التي قلت عنها التي مدتها 10 دقائق تكون عبارة عن شو بالتحديد والمهمة التي تقدمونها لهذا الطالب عبارة عن شو هذه المهمة أيضا نحن اتبعنا منهجية تصميم التفكير باعتبارها أنجح المنهجيات المستخدمة في الابتكار وريادة الأعمال مثل ما قلت لك من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية فهم اعتمدين هاي المنهجية وكثير من الجهات التي تشتغل في مجال الابتكار أيضا اعتمدت هذه المنهجية ميزة هاي المنهجية شو؟ أنا طلعت على منهجيات كثير في مجال الابتكار معظم هم متشابهين مختلفين بعض الشيء ومتشابهين في أكثر الأشياء ميزة هاي المنهجية أن فيها عملية النمذجة النهائية أو الصنع النموذج النهائي أنك أنت عقب ما تكون مريت بجميع المراحل اللي هو الطالب بمر فيها يعني مثلا الدرس الأول تبدأ تفهم السوق على سبيل المثال الدرس الثاني تبدأ تطور شيء محتاج لنا السوق الدرس الثالث يعني تشيل أشياء مبسطة فالمهمة مثل ما سألتني عن المهمة المهمة هي أنك أنت تأدي الغرض اللي مطلوب من الدرس يعني إذا كان الدرس عبارة عن أنك أنت تلتقي مع العميل وتبدأ تحاول تأخذ وجهة نظره وتحاول تطور للمنتج المناسب له فنحن نسأل عن لقاء مع العميل فنطلب مننا يروح يلتقي مع أكبر عدد ممكن من الشريحة العملاء على سبيل المثال ويبلنا التغذية الراجعة ويبلنا آراءهم ويبلنا احتياجهم طبعا هذه يعني مثل ما تقول الفترة الأولية بعد ذلك هو بيحدد الاحتياج من وجهة نظره كمصمم أو كمستخدم للتصميم التفكيري مثل ما قلت لك تمتاز هذه المنهجية بعملية البروتوتيبينج أو النمذجة صنع النموذج الأولي فقبل ما أنت تبدأ تطرح المنتج في السوق أنت تكون جربته وخدت رأي العميل فيه خدت تغذية الراجعة فسوي لشيء شبيه بالمنتج هو ما بالمنتج النهائي ولكن المنتج الأولي وهو يبدأ يتفاعل إياه ويبدأ يعطيك التغذية والملاحظات وهذه الملاحظات تكون هامة جدا باعتبار أن هذا العميل هو المستخدم النهائي لهذا المنتج جميل ماشاء الله لكن الحديث عن الجائزة أيضا هل الجائزة كيف ستقدم للمراكز الأولى أو كيف سيتم توزيحها للفائزين أيضا هذه السنة العملية هاي اختلفت ففي السابق كانت عبارة عن عملية تحكيم أشياء جديدة وائدة أشياء جديدة دائما نطور طبعا بلا شك في المرات الماضية كانت عبارة عن عملية تحكيمية أربع جولات تحكيمية ففي كل مرة المتسابق ويطرح مشروعة ويأخذ التغذية الراجعة من المحكمين المحكمين أيضا كنا نختارهم من نطلبهم من الدوائر الحكومية أو من أصحاب الكفاءة والخبرة في هذا المجال ويحكمون يعطون تغذية راجعة بس حسنا أننا مثل ما قلت لك نبقاهم يتعلمون أيضا أثناء هذا أثناء التسابق أو المنافسة فكنا حابينهم أيضا يتعلمون فهل مرة أصبحت لقاء مع المرشدين ومن خلال أداءهم للمهام اللي بنعطيهم إياها نحن نعطيهم مثل علامات أو درجات أن أدى المهمة أدىها على أكمل وجه فكل واحد يشوف من المرشدين ويعطي وجهة نظرة وراية من خلال نقاط يحتسبها للمتسابق جميل وهذه النقاط يتم تجميعها إلى أن نصل إلى المرحلة النهائية التي ستكون إن شاء الله في شهر فبراير هذه ستكون مرحلة الحسم فنضع المشاريع كلها ستكون حوالي أو صفيناهم إلى خمسين مشروع لدينا خمسين مشروع حاليا فبيكون عندنا خمسين منتج جميل فبيكونوا كلهم متواجدين خمسين منتج مختلف عنه مختلف لا يوجد تكرار أبدا هو الخمسين اللي موجودين مروا بعملية مثل ما يقولون الفرز الأول أو الفرز الأول فطلعنا المشاريع اللي تخدم البيئة الهاية مثلا قال حاجة اجتماعية حبينا أن تكون تصب في أهداف اجتماعية أكثر هاي السنة فكلهم مختلفين عن بعضهم البعض كلهم لهم وجهة نظر مختلفة فإن شاء الله بيكون عندنا خمسين منتج لتابعة لخمسين مشروع وكلها بتكون صالحة أنها تطلع للسوق ولكن طبعا الأربع اللي بيفوزون هذين اللي بيكونون سعداء الحظ يعني بيكونوا نأدى وكل المهام اللي عليهم وبيكونوا يمعوا أكبر قدر ممكن من الدرجات فعلا لكن هل بتعتقدين بأن الأربع الشهور توقع وثلاثة شهور ونصف هي كافية أو يمكن عندهم متسع من الوقت الكبير بينهم يفكرون ويعطون ويقدمون أكثر من خلال هذه الشهور هو إحنا إذا قلنا أربع شهور فإحنا نتكلم عن مساق المساق عندنا يدرس في أربع شهور فالمتسابق إذا كان بالفعل مهتم وكان مطلع ويتتبع الدروس اللي نحطها عبر التعليم عن بعد بيكون بالنسبة للوقت كافي أنه يكتسب المهارة اللي نحن نكسب إياها ونعطي إياها ففترة الأربع شهور فترة كافية جدا طبعا هذه المرة الأولى اللي نحن نطبقها بهالشكل فنشوفها ونجربها أيضا هذا بالنسبة لنا نحن نبدأ أولي شيء جديد أيضا كذلك نأخذ أيضا التغذية الراجعة وبنطور على المرات القادمة ولكن أنا في اعتقادي نحن أربع شهور لأن هذا مساق يدرس على فكرة مساق الابتكار وريادة الأعمال وهو يدرس لجميع الطلاب في جميع الجامعات في كافة الإمارات ما شاء الله فإحنا أيضا بدورنا هذا نعزز عملية الفهم لهذا المساق العملية الممارسة فهدفنا الأكبر الممارسة الفعلية مثل ما قلت لك نحن عندنا توجه أن نحن النظريات والممارسة الصفية ننقلها إلى أرض الواقع من خلال أنشطة مختلفة وهذه تكون أحد الأنشطة التي تدعم هذا التوجه أو هذه الرؤية جميل جميل ما شاء الله لو في النهاية نتحدث عن دور الجامع نقدر نقول في تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة لديكم يعني هذا يمكن تحديكم الأكبر لدى الطلاب ما ضبوط مثل ما قلت لك نحن نعتبر الابتكار وريادة الأعمال إحدى المهارات الرئيسية المطلوبة لسوق العمل المستقبلي فمراكزين عليها جدا هي عندنا في استراتيجيتنا سواء استراتيجية الجامعة أو حتى الدوائر المحلية أو حتى استراتيجية ورؤية الإمارات 2021 وحتى الرؤية المئوية صحيح فالابتكار وريادة الأعمال ما عليها نقاش من شي سوينا لها شهر كامل هو شهر الابتكار صحيح نحن في الجامعة بالإضافة إلى المنتدى عندنا إحدى الفعاليات التي نهتم فيها يعني الرابع سنة على التوالي عندنا أيضا ورش عمل نقوم فيها بشكل مستمر لتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بين الطلاب عندنا مساق الابتكار وريادة الأعمال هذا طبعا نحن كنا كجامعة الشارجة من أولى الجامعات التي طبقتها في الدولة هذا المساق هو متطلب أساسي للجامعة متطلب الجامعة أو متطلب الكلية هذا يكون هذا متطلب للجامعة وهذا متطلب للجامعات كلها في دولة الإمارات حاليا حاليا أنا درست في جامعة الشارجة تواقع هذا المساق كان موجود على الأيام هاي هاي وبدأنا من تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات ما شاء الله موفقين إن شاء وعام 2015 وقر هذا المساق لكافة الجامعات في كافة مثل ما قلت لك كافة الجامعات في دولة الإمارات فإحنا كنا من أولى الجامعات التي طبقنا بالفعل نحن هذا فبالبداية كان مختياري الالكتب بعدين سوينا إجباري فإحنا كل الطلاب يدرسون جميل جهود كبيرة تبذلونها فعلا الدكتورة أمل كل الشكر والتقدير لك ساعة بالحديث معك موفقين إن شاء الله وإن شاء الله نشوف الأربع الفائزين إن شاء الله أكيد إن شاء الله وأنتم تكونون متواجدين وبتشهدون الحدث إن شاء الله هذا واجدنا كل الشكر والتقدير لك إزاك الله ترجمة نانسي قنقر